بعد تحقيق الاقتصاد الروسي معدل نمو قدره أربعة وتسعة عشر بالمئة في الربع الثاني وواحد وخمسة عشر بالمئة في النصف الأول من الفين وثلاثة عشرين أصبح جلياً أن موسكو بدأت تتأقلم مع تأثير العقوبات الغربية على اقتصادها ما ينبئ بعودة الاقتصاد الروسي إلى مستوى ما قبل العملية العسكرية في أوكرانيا بأقرب وقت ممكن لكن جهود الكريملين لتوسيع التجنيد العسكري قد يعيق تعافي الاقتصاد ومع استمرار المعارك العنيفة والهجوم الأوكراني المضاد تسعى موسكو إلى جذب المزيد من المتطوعين للانضمام إلى الصفوف الأمامية في الحرب حيث وقع بوتين قانوناً يرفع سن التجنيد إلى ثلاثين عاماً بدلاً من سبعة وعشرين عاماً ويمنع الشباب من مغادرة البلاد بمجرد تلقيهم إشعاراً بشأن التجنيد الإجباري وحتى مع تحقيق الاقتصاد الروسي نمواً على مدى أربعة فصول متتالية مخالفاً بذلك التوقعات بحدوث ركود طويل الأمد نتيجة العقوبات المفروضة فالعملة الروسية لا زالت تعاني من انقفاضها أمام الدولار الأمريكي حيث يقترب الروبل من حاجز المئة مقابل الدولار بعد أن تراجع بنسبة خمس وعشرين بالمئة تقريباً منذ بداية الفين ثلاثة وعشرين بفعل تدهور التجارة الخارجية لروسيا ولتضييق الخناق على روسيا بشكل أكبر فرضت مجموعة السبع سقفاً سعرياً لأسعار النفط الروسي عند ستين دولاراً للبرميل قرار اعتبره الغرب القشة التي ستقسم روسيا وتميت شاه واحد من أكبر الاقتصادات في العالم كل تلك الأمور قيدت الاقتصاد الروسي وأججت مخاطر التضخم إضافة إلى العقوبات وارتفاع الإنفاق الحكومي المرتبط بالحرب والذي أثقل كاهل روسيا لكن موسكو لم تقف مكتوفة الأيدي إذ تحاول إيجاد شركاء جدد لتسويق منتجاتها التي تم حضرها بل وانضمت لتخفضات إنتاج النفط الطوعية وحضرت تصدير البنزين والديزل بهدف استقرار السوق وخفض الأسعار المحلية وغيرها من المساعي الحثيثة لوضع الاقتصاد الروسي على طريق التعافي من العقوبات المفروضة على البلاد